يواصل أفراد الجارية الجزائرية بمدينة نابولي الإيطالية التوافض على مكاتب الاقتراع لليوم الثالث على التوالي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الجزائرية ومثلت عادة فتح القنصرية العامة بنابولي حفزا كبيرا للجارية الجزائرية من أجل تكثيف عملية التصويت في هذه الدائرة الانتخابية التي تعدها الثانية من حيث عدد الجزائريين المسجلين ضمن القوائم الانتخابية في إيطاليا حيث تم تخصيص خمسة مكاتب اقتراع مكتب ثابت بمقرية القنصرية العامة وأربعة مكاتب متنقلة تجوب معظم مدن الجنوب الإيطالية